المسألة افتتح صديقي مخبزاً منذ خمس سنوات ثم اضطر للسفر فعرض علي مشاركته على الشكل الآتي أشتري منه نصف المعدات والملحقات الموجودة في المخبز بسعر اليوم ويبقى النصف الثاني في ملكه وأستلم إدارة المخبز كاملاً وتوزع الأرباح نصفها للإدارة ونصفها للمال وتحدد مدة العقد بسنتين وتمدد بريض الطرفين عقدنا العقدة واشتريت منه نصف المعدات والملحقات وبدأت إدارة العمل وسافر ظهر لي بعد أشهر معدودات أن المخبز يخسر فراسلته وأعلمته أنني قررت الانسحاب وتوقفت عن العمل وأريد فسخ العقد وإعادة رأس مالي لي فلم يوافق وأصر على الالتزام ببنود العقد فأردنا التقاضي في المحكمة فنصحنا من حولنا باللجوء إلى التحكيم فلجأنا إليكم فأرشدونا نقول للأخ صاحب المسألة وأشباهه لا حق لك بالانسحاب من الشركة من دون رضا شريكك قبل أن يحل الأجل ولئن فعلت فلا حق لك عنده بل له الحق أن يلزمك بتعويض الضرار اللحق به لأنك ألزمت نفسك ببنود العقد والأصل الوفاء بالعقود أما إذا اتفقت ما على الفسخ فالمعدات بينكما مناصفة يتصرف كل صاحب نصيب بنصيبه ومهما يكن من أمر فإن الله يعوض الخاسر الآن هناك نقطة مهمة يا أخوان نحن نشتغل مع بعضنا بأسواق التجارية ومتوقع نختلف وإذا اختلفنا لما يطلع الحكم أكيد واحد سيخسر واحد سيكون رابح أو يعوض شيء من رأس ماله وربما خسر الطرفان لا حرج عليك التجارة ربح وخسارة حين تربح وحين تخسر لا حرج عليك الله عز وجل يعوضك إذا سلمت نيتك لا حرج عليك اسأل هؤلاء الكبار يخبرونك كم من مرة خسروا وكم من مرة أقامهم الله عز وجل من جديد وعادوا أحسن مما كانوا مهما يكن من أمر فإن الله يعوض الخاسر ويدعو كلا منكما إلى الإحسان لصاحبه كمان الحقيقة إذا أنا شفتك بعيد منهم مكسور كسر أوي شو عليه أنه أنا سعدك بشيء اجبرك بشيء ليبقى التواد بيننا واعلم أن التحكيم في اختلافاتنا خير من استمرار خصوماتنا وصلح خاسر خير من قضية الرابحة والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة